موجة حر غير مسبوقة تضرب العالم صاحبها حرائق غابات خرجت عن السيطرة مخلفة وراءها دمارا كبيرا خسائر بشرية وفي الثروة الحيوانية والمحاصيل الزراعية بالإضافة إلى تلف في الثروة الغابية في الجزائر مشاهدين تمكن رجال الإطفاء من السيطرة على كبوس الحرائق التي أكل تلسنتها الأخضر واليابس بل وحسرت منازل المواطنين في العديد من المناطق ما لا يقل عن سبعة وتسعين حريقا وأربع وثلاثين حالة وفات إلى جانب عشرات المتضررين كما نتابع على هذه الخريطة التي تظهر على الشاشة الحرائق كانت ذروتها في كل من ولاية بيجايا جيجل بومرداس البويرا والواقعة شرقية الجزائر التي أججها طبعا رياح شديدة السيناريو نفسه تشهده تونس فدرجات الحرارة تسببت أيضا في حرائق كبيرة في غابات منطقة ملولة الجبالية بمدينة طبرقة بولاية جندوبة الحرائق أيضا تشهدها مدينة نفزة بولاية باجا وأيضا في القيروان ولاية سليانا بنزرت والقصرين في اليونان كذلك مشهد الحرائق يتكرر السنة النيران التهمت جزيرة روتس وكورفو وامتدت حتى كاريستوس وسط عدم وجود عدد كاف من رجال الإطفاء حيث تطوع المواطنون لإخماد الحرائق التي انتشرت في السهول وعلى المرتفعات وفي جنوب إيطاليا كما نتابع على هذه الخريطة حرائق دارية بمنطقة كلابيريا كما تعاني جزيرة سقلية انقطاعا في الكهرباء وارتفاعا في درجات الحرارة وسط فوضى في كل أنحاء المنطقة إذن مشاهدين الحرارة والعواصف وحرائق الغابات باتت هاجسا يؤرق كل سكان العالم ومع التطورات المتسارعة أكدت دراسة علمية أن موجات الحرارة الشديدة التي تشهدها أوروبا والولايات المتحدة أيضا كان مستحيلا تقريبا أن تحصل لولا التغير المناخي الذي يعد السبب الرئيسي لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر